أكد وزير الحج والعمرى الدكتور محمد بنتن أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبه الأمير محمد بن سلمان سخرت وتسخر كامل طاقاتها وامكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وأضح في تصريح صحفي عقب تفقده مكتب وزارة الحج والعمرى بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أن توجهت القيادة الرشيدة لهم ولجميع الوزارات والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج هو توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع الحجيج دون استثناء بمن فيهم حجاج إيران والأخوة من قطر مشيرا إلى أن وزارة الحج والعمرى استعدت بجميع إمكاناتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ الحج لخدمة الحجاج ومعلقا على تسييس الحج قال الوزير إننا نرفض تسييس الحج مهما كان الأمر وكشف أن وزارة الحج والعمرى قضت على الحملات الوهمية مؤكدا جاهزية الوزارة لخدمة أكثر من مليوني حاج خلال هذا العام